أعلنت وزارة الداخلية عن البدء في إجراء القرعة العلنية بكافة مدريات الأمن على مستوى الجمهورية لموسم الحج هذا العام 1443 هجرياً 2022 ميلادياً وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو وحتى يوم السبت الموافق 14 مايو الجاري وسيتم ذلك على النحو التالي إجراء القرعة بمدريات أمن أسوان الوادي الجديد الفيوم الشرقية دميات مطروح البحر الأحمر يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو كما تجرى القرعة بمدريات أمن الأقصر السيوت الجيزة الدقاهلية بورسعيد الإسكندرية جنوب سيناء يوم الأربعة الموافق 11 مايو وقد تقرر إجراء القرعة بمدريات أمن قناء المنية القليوبية الغربية الإسماعيلية البحيرة شمال سيناء في يوم الخميس الموافق 12 مايو كما تقرر إجراء القرعة بمدريات أمن سهاج بن سويف المنوفية قفر الشيخ السويس القاهرة يوم السبت الموافق 14 مايو